عمر كمال النهاردة عمر كمال بيلعب لأول مرة مع النادي الأهلي كظاهير أيصر بيقدم أداء ممتاز جدا ممكن برضو الحقيقة نستعرض أرقامه لأنه حقيقة لعب في مركزين النهاردة وفي بدايته مع النادي الأهلي أنه هو يقدم الشكل ده من الأداء فهو بيثبت ثقة النادي وثقة الجهاز الفني فيه أنه هو يكون موجود الحقيقة أنه هو إضافة كبيرة عمر لعيب كبير ولعب دولي واسمه محترم في الكرة المصرية هو لعب المباراة كلها 90 دقيقة ولمس الكرة 75 مرة 75 مرة أنا بشوف أنه 75 مرة في أول مباراة لك مع النادي فأنت بتحظى بثقة لعبة اللي حواليك دقت تمريره كانت 49 من 57 تمريرة قدمت صنع فرصة وتمريراته الطويلة كانت 13 تمريرة منهم 7 صح يعني أكتر من 50% من الكرات الطويلة اللي بلعبها كانت بلعبها بشكل مميز جدا شتت الكرة مرتين وعمل بلوك قدام المرمى المرة واحدة وكسب التحامين أرضيين من ثلاثة وشارك في مركزين يعني إحنا لما حصلت إصابة محمد عبد المنعم كلنا رحنا بدمغنا النهاني اللي هيخش يلعب قلب الدفاع لكن فجئنا أن اللعب في المركز ده هو عمر كمال وعرفنا بعد كده أن كولر كان بيجربه فعلا في المركز ده في اللي يام اللي فاتت في التدريب فالموضوع ما جاش صدفة كان فيه تخطيط واضح أن احنا دخلين المباراة المباراة ودية كمان صبري جاء الاتنين قل بين الدفاع وما عندناش حد على الدكة فكان لازم يكون بديل الرجل شايف أن محمد هاني هو الظهير الأيمن الأساسي في الفريق فكان لازم يلاقي حل تاني فوجد ضليته في عمر كمال فنهاردة كمان بنكتشف أن عمر بيلعب في مركز جديد يعني شفناه هو بيلعب جناح وشفناه هو بيلعب مهاجم وشفناه هو بيلعب بكرايت وشفناه هو بيلعب بكليفتن لأنهاردة كمان اكتشفنا أنه هو يقدر يقدي في بعض المباراة الدور ده لو اطلب منه كقلبة فعفة الحقيقة أنه هو مكسب برضو مهم وكبير للأهلي وهيقدم إضافة كبيرة طيب حالة الرباعي أفشا وإمام وكريم